يواصل إكمال مهمته بإشعال الحرائق فيما بقي من المحافظات خارج جغرافيا الفوضى فبعد أن مكرته الإمارات من إرسال قوة من الحزام الأمني إلى السقطرة ها هو اليوم يطرق أبواب سيئون آخر مراكز الشرعية في المحافظات الجنوبية المجلس الانتقالي الذي بات أداة للإمارات وعصا غليظة في إطار حربها ضد الشرعية أعلنت تعبئة العسكرية العامة ضد قوات الجيش في وادي حضرموت تصريحات الزبيد التي جاءت في اجتماع مع قيادة مجلسه تشير بوضوح إلى أننا مقبلون على جولة جديدة من المواجهات مع الحكومة وتعد هذه التصريحات أول موقف معلن للانتقال بخصوص ملاف في وادي حضرموت بعد عقد جلسة البرلمان التي منعت في عدن والمكلأ منذ العام 2011 والمنطقة العسكرية الأولى تتعرض لهجمات إرهابية متواصلة أسفرت عن مقتل العشرات من قادتها وأفرادها الذين يقومون بدور الأجهزة الأمنية الغائبة التي تلاشت في وادي حضرموت دعوة رئيس الانتقالي المدعو من الإمارات للتعبئة ضد قوات الجيش في حضرموت أثارت ردود فعل مختلفة لدى الرأي العام مع ذهاب الكثير للتأكيد على أن مثل هذه التصريحات ليست سوى حديث للاستهلاك الإعلامي أو محاولة إماراتية للضغط على الشرعية فيما ذهب آخرون إلى أن نائز أخلاف سعودي إماراتي بدأت تتضح معالمه في عدد من المحافظات وبعيدا عن كل هذه التعليلات فإن المهمة هو موقف السلطة الشرعية التي بقيت حتى اللحظة تتلقى الضربات دون العمل على إيقاف ما يبدو واضحا أنه بات مشروعا نهائيا لتصفية وجودها اشتركوا في القناة